السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك بطن وكرش وارداف ومش عارفة تتخلصي منهم والدهون زيادة تعالي اقولك على الوصفة الممتازة اللي هتنسف لك دهون البطن دي بزور الشيعة بتجي بيها من عند العطار بعشرة جنيه كافية انها تقعد معاكي الاسبوع كامل بتخذي منها يدوب معلقتين اتنين على نص كباية مية ويفضل انها تكون في الصباح على الريق قبل ما تفطري وقبل ما تاكلي اي حاجة بتاخذي ادوب معلقتين اتنين من بزور الشيعة وبتبدأي انك تحطيهم في نص كباية من المية المية من الحنفية درجة حرارة المطبخ العادية بتبدأي انك تقلبيهم مع بعض كويس جدا ولازم تقلبيهم لمدة ما تقلش عن دي اقتين لتلات دقايق علشان تتأكدي انها دابت معاكي كويس لانك لو حطتيها وقلبتيها تقليب بسيط بتبدأ انها تعمل تكتلات من تحت في الكباية فلازم انك تقلبيها متواصل لمدة ما تقلش عن دي اقتين بعد كده بتضغطيها واتسي بيها يقل حاجة ربع ساعة بعد الربع ساعة بتبدأي انك تقلبيها تقلبتين وتشربيها على الريد دلوقتي بقى هقولك هي هتعمل ايه معاكي وازاي ان هي هتفيدك بزور الشيعة بتحسسك بالشبع لانها بتحتوي على نسبة عالية من الالياف القابلة للزوابان في الماء وده بيساهم في تقليل كمية الطعام اللي بتتناوليها يعني بمجرد ما بتنزل المعدة بتبدأ انها تتنفخ وبتكون زي البلون بتاخد معاكي مساحة من المعدة فانت ما بتقدريش تاكلي كل الكمية اللي متعودة انك تاكليها بتقلل معاكي نسبة الاكل اللي بتاكليه كمان يا بتتحكم في مستويات السكر لدى المصابين بالسكري كمان يا بتعزز من صحة العظام لانها بتحتوي على الفوسفور والمغنيسيوم وبتلعب العناصر دي دور كبير جدا معاكي في المحافظة على كسافة العظام وبتعزز من صحة الجهاز الهضمي وبتنظم ضغط الدم وبتعزز الزكاء لانها بتحتوي على نسبة عالية جدا بتساهم على التركيز وتحسين الزكرة وكمان بتحسن من الوظائف الادراقية للدماغ لانها بتحتوي على نسبة عالية من قم غسريه المهمة لصحة الدماغ كمان بزور الشياء بتقلل من خطر الاصابة بالسرطان لانها بتحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسادة اللي بتقي الجسم من خطر الاصابة بالسرطان لكن كمان لازم نعرف ايه هي الاضرار الجانبية في حال ان حصل افراط في تناولها بتجيب حساسية للناس اللي عندها صدمة تحسسية كمان ممكن تحصل قيء او اسهال او بيحصل حكة في الشفاه وممكن يحصل صعوبة في التنفس او ديب في الحل او انتفاخ في الوجه وزي ما قلتلك ده بيحصل في حال الافراط في تناولها فانت بتاخدي كوباية واحدة بس على الريق الصبح هي بتعمل معاك بالون معدى وبتبدأ انها تنزلك في الوزن في اسبوع واحد بس هتشوف الفرن وده عن تجربة اتمنى يكون الفيديو مفيد ويكون عجبكم واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس ليصلكم منا الجديد